دي اللي بيتلخبطه بين صلاة التهجد والقيام والتراويح ومش عارفين الفرق بينهم الفرق بين صلاة التراويح والتهجد وقيام الليل مفيش فرق كلهم واحد ومجرد بس مسميات بتطلق على صلاة التطوع بعد صلاة العشاء بس بيفرق بس في توقيت الصلاة يعني احنا لو صلينا بعد العشاء على طول منظر ما ننام شوية دي بدي بنسميها صلاة التراويح يعني صلاة العشاء هوت وروحت نصليها كذا ركع بعد صلاة العشاء دي بنسميها تراويح من غير منامه طيب انا لو صليت العشاء ونمت شوية وصحت كده في التلت الاخير من الليل دي بنسميها صلاة التهجد يعني قيام يعني بتسمى قيام الليل يعني انا بقوم بالليل او بقوم جزء من الليل بقى في كده بنقادي ربنا وبصلي اللي ربنا يفتحها علي ركعتين اربعة ايا كان المهم اللي احنا بنصلي والنية لله سبحانه وتعالى يعني بعد صلاة العشاء اللي بنصليها دي على طول اسمها التراويح طيب انا هنم شوية وصحة في التلت التاني او التلت الاخير من الليل وصليت كده ركعتين بدا اسمه ايه بدا اسمه تهجد وسبحان الله انا مش هخسر حاجة انا كل ده وقف بنيد ربنا بصلي لله سبحانه وتعالى طيب هي التراويح كم ركعة هي هنا في مصر بيصالوها 11 ركعة فهو سبحان الله احنا ممكن نزود عن كده لان موردش عن النبي عليه الصلاة والسلام اعداد ركعة معينة فهو كله بيكون زوجي احنا زي ما قلتلكم اللي هنا في مصر بنصليها 11 وبعد كده بنصلي 11 عبارة عن ايه يعني عبارة عن 8 ركعات اربعة اربعة وبعد كده الشافع والوطر ركعتين وركعة ويتر فكده صلينا الوطر بقى كام بقى 11 طيب بنصليهم ازاي زي ما انا مقولتلكم دلوقتي بنصليهم ركعتين ركعتين او مثنى مثنى بين كل اتنين بناخد راحة كده بنسكر ربنا فيها دقتين او نستليح شوية عشان كده كانوا بنسميها يعني صلاة التراويح وكمان ينفع نقرأ منها من المصحف لاني مش حفظين القرآن او مش حفظين صور كتير ينفع نقرأ من المصحف عادي لانها ده صلاة نافلة يعني مش فرض طيب اللي ما عندوش حامل المصحف مفيش اي مشكلة ممكن نمسك المصحف في ادينا ده لو مش متوفر عندنا الحامل بتاع المصحف اللي هو الطويل ده مفيش اي مشكلة ممكن نمسك المصحف في ادينا ونقرأ منه طيب الناس اللي بتصلي بتقول ده انا بصلي بجزء في اليوم يعني طيب وفي ناس ما تقدرش تصلي بجزء ينفع اصلي بصورة خصيرة اه طبعا ينفع اي حاجة المهم اللي انا بصلي واتقرب لله سبحانه وتعالى المهم اللي انا اصلي وربنا كده يتقبل مني ومنكم ان شاء الله صالح الاعمال والدعوات باذن الله المهم اللي احنا نصلي وما نبخلش على نفسنا تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال والدعوات ان شاء الله اشتركوا في القناة